مرحبا وشكرا للمتابعتكم هالحلقة الجديدة من Mission Cast سلسلة البودكاست اللي أقدم لكم إياها هون على قناتنا على تيك ميشن وضيفي اليوم مميز جدا بنوعية المحتوى البقدمة وبطريقته بتقديم هذا المحتوى محمود فيصل المشهور بالمألسة على السيارات اليابانية ما هيك؟ أوه هذا المشهورين فيه صاحب محتوى السيارات المميز جدا أنا بتابعك دائما وبصراحة شرف لي يا دكتور كتير كتير بحب الطريقة اللي أنت بتقدم فيها المحتوى والله كلامك بسعدنا الله يخليك نورتنا هون بمشن ستديو نورك تسلم بي أنا تشرفت كتير بلقائك وأنا بتابعك من زمان في موضوع الكاميرات والشرح وطريقة التصوير بيشرفني كتير وفعلا استفت منك كتير أنا صحي بيشرفني كتير الله يخليك طيب قبل ما نبدأ عن القصة اللي حكيت لي إياها قبل شوي طبعا السيارة وبيد انطلاقتك على السوشال ميديا بفضل بنتك كمان يعني صحيح بس قبل عرف جمهورتك ميشن مين هو محمود فيصل اسمي محمود فيصل أنا من فلسطين بقدم محتوى عن السيارات طريقة نوعا ما فكاهية يعني ممكن بعض الناس ما تعتبرها فكاهية لأنه مثل ما فيه بالكورة ناس عنصريين مثلا ريال مدريد وبرشلون فيه ناس برضو في السيارات لا ياباني كيف تغلط عليه وهي بشكل عام بتكلم عن السيارات مرات نذكر مساوئ السيارات تكون حقيقية ومرات نذكر محاسنها وبشكل عام فيديوهات سريعة شغف ولا تخصص والله هو شغل أكتر منه بس تعرف انت ما تحب الشي خلص بتحاول تعمل أشياء ثانية طالع من نفس المكان طيب أنا قبل شوي قلت لك بأي سيارة يجيت شو جوابتني نيسان باترون ولسه بتحكي على الياباني النسان هو مشكلة يعني مش زي باقي السيارات بتقدر انت تستعملها استعمال يومي لها احترامها بالشارع بتقدر تحط فيها أغراضك تنزلها يعني مهما اشتغلت عليها السيارة بتظلم تحملك عرفت كيف؟ مين بتغلو بال يعني إذا موني نيسان باترول هي سيارتك اليومية مين رح تكون شو هي سيارتك اليومية؟ والله هيدا مش نيسان يعني مشكلة في السيارات الجديدة يعني تغيرت المعايير يعني كان زماموك اقول لك الجي كلاس بس مثلا حاليا بيم الفئة السابعة الجديدة هذا اقوى شي يعني شفتوا الى الحين في السوق موجود سيارة جبارة بشكل رهيب التقنيات يعني دائما الالماني والالماني حتى تفوق على نفسه احنا نحكي على الفئة السابعة حاليا يعني هي تركت مرسيديس وقودي وبورش في مكان وراحت على مكان ثاني بدهم عمر مش اقال من خمس سنين ليصلوا نفس المكان شو اكتر شي مميز فيها؟ تصميم الصور وعلى الفيديوهات الناس اه لا مش حلو هيك لك في الحقيقة لما توقف تطلع عليها جمالها خارق بعدين لما تركب السيارة الفخامة اللي فيها اللي بواب بتسكر لحالها بطريقة يعني اسهل من الروز مثلا اسهل من باقي سيارات كثيرة بس كمس بريك تسكر لحاله تحكم في السيارة كامل عن طريق اللمس تابلت حساس يعني كانك تستعمل ايفون تضغط عندك شاشة كبيرة بتنزل انت الحين في التصوير وبالهذا بتبين انها مقربة عليك يعني بين انه الشاشة هان بس هي فعليها بتكون بعيدة عنك طريقة سينمائية بتنسى انه انت راكب سيارة سيارة من المستقبل ايش رهيب رهيب كراسية هالعزل ليش برأيك السيارات الالمانية من طول عمره كانت لانه ما بيقلدوا ما عندهم تقليد يعني ما بيجي بتطلع او الله شو الكوري يعمل اللي هلغ نعمل مثله لا لا هو بيصناعه بيشتغل وبهندس وبيكمل طريقه تعرف انا شو بسوق شو رام رام امريكي او شو رأيك بالرام لا وحش الرام ما في كلامه يعني هو اصلا اختصاصه بكبات يعني او بحب الهمي انا رهيب رهيب الرام رهيب طيب خلنين نرجع شوي للسوشال ميديا باعتبار اليوم حديثنا عن السوشال ميديا حكيت اللي قصة كتير حلوة عن كيف انطلقت بالسوشال ميديا اللي صاحة حكيت قبل ليك انه انا ما كان الي في السوشال ميديا ما تفرج زي زي الناس عادي يعني فمرة كنت مصور فيديو انه في هينداي صافة جنب فراري فجيت انا بتكلم انه كيف صافة في جنبها يمكن اجراحها يمكن اعماليها فالناس كل تفكير انه انا بحكي على الفراري يعني بعدين فجأة لو قلنا ركبت الهينداي ورحت انه او يعني فصارت تعليقات بتضحك وصارت وحتى بنت اللي نزلته الفيديو انا ما بعرف على تيك توك كنت كيف بنزل وبطلع بخلال يوم واحد صار في حطيته بالليل انت صحيت السواء لقيت تقريبا عشر تلاف متابع صار عندي يعني وليقات وانا ايش انتفكيشن انا فكرت في مصيبة صايرة ما بيجي انتفكيشن زي ايك الا اذا فيه اشي كبير يعني فصرت لانه انا كان عندي متوفر سيارات بقدر اصور بشكل يومي فكنت اصور مقاطع كل ما سوق واحدة انه اه هادي هيك لا فيها مشكلة مثال تضغطها انا بفتح السقف كيف اعمله فضليت على هالحال طيب يعني اساسا انت بتحب السيارات وصدفت فيديو تبع السيارات عمل لك نجاح على سوشال ميديا فتخصصت بالسيارات صحي اليوم عن شو بتحب تحكي غير السيارة لو ما كان السيارات عن شو بتحب تحكي ممكن عن الاكل اه ما بين عليك انه بتحبطنك كتير لا بحب الاكل بس يعني اللي فترة عامل دايت يعني شوي اوكي بس منه يعني الاكل عندي يعني بيجي قبل السيارات يعني بس طيب بلك لازم تعمل قناة عن الاكل طالما عندك هالقات شغف عنه ما المشكلة المحتوى تعالى الاكل الحاليا يعني مستفز نوعا ما وجربتلكم رحتلكم جبتلكم هيك دائما بداية المحتوى فانا ما اصلا اي مطعم بشوف له دعاية انا ما بروح له لانه بعرف انه في اخر ايام وبده يمشي شغله فبيجيب اي حد يصور له فجربت اروح بس بصراحة اي مطعم له دعاية كانت يعني التجربة عنده كارثية قدي اصلك على السوشال ميديا؟ تقريبا سنتين ونص قديش بتمثل من مهنتك اليومية السوشال ميديا؟ هي يعني مثل هواية اكتر من مهنة يعني بتحس انه انت ملتزم مع المتابعين انه انت تنزل فيديو جديد بطريقة جديدة بكلام جديد حتى لو انه السيارات ما تغيرت يعني انت بتيجي فترة انه ما في سيارات شو بدك تصور فلازم انت تتبع يعني انا ببحث بعدين على سيارات معينة الناس اه شو هاي السيارة غريبة عجيبة عرفت؟ كيف شايف التوجه العام باتجاه الاي في السيارات الكهربائية؟ السيارات الكهربائية هتاخد السوق كامل في مسألة وقت بس ديش تعطي وقتهم بدبي؟ دبي تقريبا مش مرحلة جبارة جدا انت الفطيم حاليا مستثمر فوق المئتين مليون درهم على منصات شحن ما شو بنجح سيارة الكهربائية؟ منصات الشحن الانفرستركتشور لكنا حاليا لما نحن نتكلم عن تسلا أقوى شركة هي تسلا ليش؟ مش عشان القيادة الذاتية ومش عشان هذا عشان منصات الشحن أول شي مجانية سريعة جدا سوبر شارج بتحطها بتروح تشرب كوفي بترجع السيارة فل 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 خمسة وربعين دقيقة؟ اه ماكسما ساعة يعني سيارتك من صفر لمية بتاخدها بتروح مجاني رفت؟ وين المشكلة عادة لو انت عندك سيارة تانية مثال يعني نقول بولستار بولستار ما حتقدر تشحنها هناك هي راس الشحن اه ما بشغلها ما بيدعمها فهتضطر تبحث أماكن شحن وممكن تلاقي ناس بستنوا حتقدر تضيع وقتك ساعتين وثلاثة عشان تشحن سيارة يعني طح إلا إذا عندك في البيت بخلف في الوضع لكن هي مسألة وقت بديكتير أنا بعطيها أنا في الإمارات خمس سنين خمس سنين حيكون نص السيارات كهربائية نص السيارات كهربائية رقم كبير بيأثر على الاقتصاد العالمي أصلا بموضوع الطلب على النفط والنفط مش مربوط برضو في السيارات يعني النفط في له مشتقات كثير السفن الطائرات صحيح صحيح لكي كمان السيارات جزء منيح جزء منيح بس أنت هاي التوجه العام أنا شخصيا أنا مو قدت لك عم سوق رام يعني سيارتي القادمة أنا يعني مفكر منها هلأ رح تكون EV بجزء إذا نزلت الرام باخدها إذا لا باخد سيارة صغيرة وخلي الرام على جنب لا أخلي الرام وخد تسلا التسلا رهيبة أو البولستار بولستار جميلة بولستار حبيتها بس موضوع الانفرستركتش اللي عم تحكي عنه كتير مهم حاليا هو وكيلها الفطيم فهم شغالين آخر مرة كنا في افتتاح سيارة البي واي دي السيارة الصينية بتعتمد على البطاريات مش الليثيوم البطاريات الصلبة هادي أخف وسيفتي أكثر وتكلفتها أقل وعمرها أطول وصيانته كل شي وسيارة عادية صغيرة وسعرها منطقة بالمئة ويمكن وعشرين ألف درهم مقارنة بحوالت لها تمائة ألف مقارنة بالتوفير اللي حيجيك يعني يعني إذا كل يوم بدك تلاتمائة كيلو أنا أنت بتحكي لك بسيارة صغيرة تقريبا بدك مئة درهم أقل الشي يعني عندك حوالت لتالاف درهم لأربعة تالاف درهم توفيرها كاملة وعليها ضمان وسيرفس هو الضمان اللي بساعد يعني أنا أحكي لك تامن سنين تامن سنين طب أنا رقم كبير لأنه تكنولوجيا جديدة العالم بتخاف العالم حتخاف أنه والله أنا داخل على الـ EV هلأ وما بعرف إذا أعطاله كتير ما فيه أعطال أصلا أنا كنت ورشة مختصة بالـ EV هي يمكن أول ورشة مختصة في الإمارات ورشة كتير قوية ما شاء الله عليهم اسمها EVS طيابات مع المهندس المسؤول هناك بقوله شو مشاكل السيارات الكهرباء قال لي ما فيه مشاكل ما عندي متور ما فيه مشاكل قلت له طب يعني طب شو أحسن وحدة فيهم لليوم ما إجت شكت يعني من شيء إلا من سوء استخدام ماذا بيختلف وضوه قال لي الـ ID4 الفولكزواجن بتيجي واردها يا 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 عندها شعبية كتير عالية شعبية رهيبة وبقولك هاي يعني نسبة العطال فيها شبه صفر إلا إذا سوء استخدام دعم رصيف خفضاها على الآخر من البطارية هادي حسابات ثانية بتنحسب لها السيارات ما بتخرب ما بدها سيرفيس حتى الوكالة بتقولك ما بتحتاج سيرفيس أنت يعني بتعمل أبديت في أنت في البيت خارص موضوع آه بدل الكفارات كل فترة والعجال كل شيء بدل يعني بعدين السسبنشة ممكن يعيرو لك إياه شوي بس هادي طيب طالما أنك هالأتحى أنا ما بقدر أسوقها لأنه أنا يعني تقريبا أكتر من 60% من يومي أنا في السيارة فمش منطق أنا كلما أجي أوقف مكان أحط الشاحن ودور وين أشحن ما عندي وقت آه منطقي هذا المشكل منطقي منطقي لكن بكرة إذا كبرت الساعة تعيتها 100% أجيب كهرباء كبرت الساعة أو كتروا محطات الشاحن أكتر ممكن إذا كتروا ما تركب شحن بالبيت ما أنت شحنت طلعت طيب خلصت أبدأوا أحسب أنا لسا هلأ بقدر شعروا مشوارات هو 300-350 كيلو يعني تمشيهم بالراحة بالراحة فقا هتمشي أكتم 350 كيلو بنهار ما أنت المشكلة بتعرفش ما يصير معك يعني تعرفش أنا نفس الموضوع نفس الموضوع أنا لحد هلأ ما عندي إيفي بسبب موضوع الإنفرستركتر فأنا بسيق الرام أنا بصراحة بحبها يعني ما بدي أوعد أنا زعلان على البيئة أو كزعلان على البيئة من اللي عم نعمل نحنا كلياتنا ولي عم أعمل أنا الحالي شخصيا بس أعتقد أنه الوقت صار مناسب لحد أنت كنا على الإيفي بخلال السنوات الأربعة إلى الخمسة القادمة لكن الشيء اللي خلاني اليوم ما أقدر لأنه بالأخير أنا بزنس مان وعندي الشغل تبعي وعندي بجيني مثلا فجأة يلا عندي اجتماع بأبو ضبي آه سوري ولا السيارة مش مشحوني ما بقل رجع الاجتماع ما بتزبط ما بتقدر تطلع بره تقريبا دبي إذا رحت بعيد شوي هتتغلب أكتر تماما رفيت وخصوصا عندك المركبات الأجرة اللي هي 90% منها تسلا هاي بتتخرب عليك بتلاقيهم طبور وكفي انتيج أنت تطلع طب هذا شغله حياته يعني لازم يشحن بدي يشحن لك فتصير موضوع في مشاكل وزعاج أنا عندي ثقة أنه مثل ما أنت قلت بالإمارات رح يكون في نألة لا لا خمس سنين يعني الفطيم استثمر مبالغ خرافية في موضوع حتى شركات الكهرباء الحكومية الديوة لك شيء كثير قوي يعني فحتى لو أنه بده يضر النفط يعني هذا التوجه العام خلص ما هو مجال جديد من الاقتصاد يعني هو بعدين الحلو فيه أنه أنت يعني ليش الناس بتروح تشتري سيارة جديدة من وكالة ما بيشتر مستعمل بيخاف بيحكي لك لا هاي باب تخرب هاي ما بتخرب حتى أخذت السيارة رواحت ظلك تستعمل رايح جاه فيها أمورك طيبة ما في سيرفز ما في شي يس إلا أنصار فيها حادث طبعا هذا بختلف طب خلنا نرجع شوي للسوشال ميديا حكي لي غير الفيديو الأول اللي أطلقك على تيك توك شو فيديو عمل نجاح كتير كبير وبتتذكره ربما هيك له أفشة معينة شي مهضوم في الفيديوهات في فيديو كان على الليكزيس الجماعة يعني بزعله الليكزيس يعني بتكلم عليه يعني في له عشاقه آه كيف مثلا بحبه مثلا ميسي ورونالدو نفس الشي فالجماعة يعني تكلم على الليكزيس فكان عنده منظام الملتي ميديا اللي في السيارة كتير سيئ يعني أنت بتكون شارع سيارة 300-400 ألف 400 ألف ونظام الشاغ خرائط والصوت والتحكم فيها عن طريق ماوس مش لمس فبتحس أنه الموضوع شوي غريب يعني فجلت قلت له أنه هذا لازم تكون قناص في البحرية عشان تعرف تستعمل وأنه سريع بيجري بسرعة هذا أنا بعرف أنه بتبطى يعني أنا عارف أنه بتبطى بيجي بدخل في التعليقات آه هذا بتبطى أنت مير راكمك السيارة انزل منها بعدين الباب بتاع السواق فيه اللي بتمسكها بإيدك ما إلا فائدة هي يعني يعني ما أحد حيمسك إيد الباب ويدخل السيارة ما أعرف فيش عاملين فعملين هيك وبعدين هي عطول لزرار اللي بتفتح فأنت ما بتقدر لازم تخبيه وراها آه لازم يعني فأنا يشبك لو لازم تكون كمان إيدك مثل الأخطابوط تدخل من هنا عشان تقدر هذا الفيديو كان جميل هدول الأشياء الأخطاء بالتصميم بتحس أنه كتير غريب على حدا يعني شركة مثلا مثل تويوتا قد ما كان يعني شو ما كان وجهة نظرك فيها بس تويوتا شركة ناجحة على مستوى العالم أكيد ناجحة وكتر مبيعات بس أنه كيف ما بيختور باله أنه مخبي زرار ورا القبضة طبع الباب هو أنت ما إحنا نحكي على تويوتا هي لكزيس من 2008 ل 2018 2019 نفس السيارة بليتات شوي فاسلف ترفع نزل بس لكن الشاصة واحد ولمكاين واحد ما مستثمرين بالريسيرشان ديولوبمند هما كل عشر سنين بغيرهم هاي قاعدتهم مثل الإنفينيتي مثل الإنفينيتي مثل النسان النسان بس تغير خمس ست مرات ما بتعرف ليش يعني ما غريب غريب يعني هو نفس السيارة من 2010 ل2020 تغير فيسلفت البترول 2008 أو 2009 تغير لا أنا بحكيش على الفيتك بحكي على البلاتينيوم أوكي أوكي البلاتينيوم 2010 لغاية 2019 20 شكل جديد شكل غير 21 لا 21 نفس العشرين 22 غير 23 كل سنة تلكوريس تحييعملها يعني في شي خلط بيكون بالديزاين يعني بيجيك برضو أنا ما بحب التسويق اللي فيه ضحك عن الناس يعني مثلا تيجيقولي والله حسنوا العزل شو حسنت كيف حسنت العزل نفس السيارة نفس الشاصي نفس المواد نفس الجير نفس البراغي شو كيف حسنت العزل يعني كيف يعني تعطيني سدات هاي متل وقت اللي بيعملوا كولباك بعد بيقولك انه بس الكولباك هو لحتى نبدل المساحات بكون نبدل لك أنا مرة احري السيارات اللي اللي سقتها ما كتير يعني هلما عندي ذكريات حلوة كتير معها ضل يتعذبني هي جي أم سي كان عندي أكاديا دينالي أكاديا معروف هاي في مشاكلها وخرباتها هاي أقوى سيارة في الخربات من الأسوأ اللي حركات التصميم اللي كانت موجودة فيها انه الفلاشر الهزرد لايت محطوط قدام الجير تحت في عندي هون كومبارتمنت بحط فيها شي مثلا الجزدان كذا كذا وهون محطوط فأنا إذا كنت عمسوقه صار فيه اي امرجنسي بدي أعد دوّم وين إيش دي بدأ تنزل يعني بيحطول يا هيك كبير وفور لا لا هم أصلا حتى في عندهم الكادلك الاكس تي فور الاكس تي فايف هعامله لمس وبعيد عن إيدك بيجي المتل أنا أطير هو اسمه امرجنسي لا لا بعيد ولمس هذا الزر لازم يكون كبير وزر زر طبيعتك بس عليه يشتغل كمان مرة دينالي دخلت ووصلت بنتي على الروضة فعادي أفلت السيارة كذا ودخلت وحطيت بنتي بالروضة ورجعت لقيت فاتحت لي الباجاج ما شاء الله ناطرتني وفي غراضة تصوير وكاميرات وقصص بس أنا أفلتك قبل ما أطلع لا هي في حد مر يمكن محتاج كاميرا ولا شيء بي تعطي كريم ما شودك تأمر بس يعني يعني إلى ذكريات حلوة مع ألتها أول سيارة بتركبها بنتي لما ولدته كذا أنا اشتريتها أصلا لأنه سيفين سيتر لأنه ولدت بنتي بس ما طولت معي من أقل السيارات اللي طولت لا لا الأكاديا جاءت فترة هي يعني من أكتر السيارات بالموبايل شو موبايل لك؟ آيفون 13 لساته راضيك لحد هلأ كله رأي بتغير على إن شاء الله هينزل هغير لأنه سين إيه سين إلا ما هو نفس التليفون نفس الليكزيس نفس الشي يعني نفس حكاية الليكزيس بس بيجي برضه اللي بيقدمه محتوى للتليفونات آه ده أقوى أحسن آه أنا دائما العبارة الشهيرة اللي بيقولوها مع الحفظ الاحترام لأبل الشركة ما فينا ننفي إنه هي شركة عملاقة وعريقة وموثوقة بكل المقاييس لكن دائما بالفتلي نظري بالإعلانات تبعتها إنه أقوى آيفون حتى الآن ما طبيعي ما أنت ما هو أقوى آيفون حتى الآن لأنه هذا أجد آيفون مفيش غيره أصلا هو آيفون واحد يعني مفيش يعني شركات تاريب تستعملوا صحيح يعني ها مثل السيارات الصينية يا بالفترة برضو رحنا عفتتاس براند صيني فكاتبين يعني في الشاشة لو هادي الشركة من أفضل 500 شركة سيارات في الصين ليش عندكم 500 شركة سيارات أنتوا الكرة الأرضية كلها ما فيها أنتوا ليش عندكم والله فكار معي صاحب فبقول أحسنت شركة في الخمسمية يعني فصررت مصخر يعني وضحك شو جهت نظرك بالسيارات الصينية في الناس متخوفة مننا أنا عملت ريفيو يعني مو موديل واحد أكتر من موديل الام جي ام جي قوية شانقان قوية شو بصراحة هي حسب الوكيل إذا بدنا نتحكي على السوق الإماراتي اتطلع على الوكيل من هو وكيل تبقى معروف وقوي توكل من الشهادة يبعد عنه السيارات الصينية الحلو فيها يعني بتعطيك مثال على السعودية السعودية مبيعاتهم السنة الماضية تقريبا 40% من السوق السعودي السوق السعودي اشترى سيارات صينية تهدت مثلا ياباني نحكي 13% ألماني 5% أمريكي 9% يعني توزعت النسب بس كان النصيب الأكبر للصيني الصيني شو بأعطيك طمان سيرفيس ورفاهية لما تيجي تحكي لو أحد لا بس هالسيارة بتعيش معك عشر سنين هو بتطلع عليك مش معني فيها عشر سنين أنا بدي استعمل لخمس سنين وغير أنا حر مش كل الناس بتقول أن في السيارة الصينية مناسب أول شي ضمان وسيرفيس وسيار الرخيص ورفاهية فيها شاشات صح أنه تحسها زي اللعبة بس أنه بدلا ما يشتر مثلا نيارس بسبعين ألف بشتر سيارة الصينية بسبعين ألف فيها مواصفات الـ 100% صح أنه مش نفس الـ عشان ما نظلم بس أنه فيها مواصفات وبتيجي يعني الـ بتجي بعد المبيعات يعني بتذكر أنا هذا الحديث نفسه كان من حوالي 20 سنة عن السيارات الكورية هل الكوري وين الحين هل الكوري صار مسيطر على السوق وعنده مكان قوي جدا مو بس الكوري قوي صار فيه كتير شركات عالمية بتصنع بكوريا أساسا صحي يا رينو سياراتها كوري أعتقد شيفرولي بتصنع بكوريا كمان بضافة البرازيل هم حسب السوق القوي للسيارة بتصنع فيه مثلا فورد الرينجر أكبر سوق له في شرق آسيا بتصنع وين في اندونيسيا في اندونيسيا أو ماليزيا مش متذكر مهم بتصنع في دولة فبيجي واحد بقول لك ها بس هو بتصنع في اندونيسيا طب شو دخلك ان شاء الله يتصنع في المريخ ما لك لا أخو ما دام عليه شعار الفورد أو شعار البراند ما ليه ضمار البراند لكن نفس الكلام بيسألوني عنه بالكاميرات أنه هي العدسة مصنوعة بالصين سو ما لا ما بتعني مكان بالصين أنا بالنسبة للي الثقافة أنه الدولة معينة صناعة كلها ما كويسة ودولة معينة صناعة كلها كويسة ما عادت موجودة لا لا لأنه آيفون في الصين كانت صنعين اه مو حكاية بس أنه الآيفون بالصين بتصنع حكاية أنه دي جي آي شركة صينية من أقوى الشركات مجال ما في درونز ما في كونسيومر درونز بالعالم إلا دي جي آي البقية كرياتهم ولا شي يعني صحي ما أخذين شي من السوق والكاميرات والقصص يعني عندهم عندهم تقنية متقدمة هاي born and raised يعني مو أنا ولا براند عالمي واجهت صنعين بالصين لا هي براند بالصين الصين بتقدر تعمل أشياء كتير حسب ثقافة حسب الجمهور المستهدف وثقافة أصحاب الشركة صحي حسب التاجر تقول أنت والله الألماني دائما كويس صحيح الألماني دائما كويس بس ما فيك تقول لي أنه يعني بفترة من الفترات Volkswagen كانت تكذب ببيانات صارت فضيحة كبيرة صحي بيانات البعثات البعثات مع أنه هذا ألمانيا وتقاليد واحترام الزات وكذا 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 كل ما كان فيه أخطاء وشركة نسان شركة نسان وكانت خلص هتفلس راحت للإفلاس شركة جابوا المدير اللبنان اللي نسجن وسافر بعرفش هو غلطان مش غلطان مش هذه مشكلتنا بس أنقذ الشركة وبعد ما أنقذهم وخلص سجنوا اللي أنقذ الشركة بهذاك الوقت أعتقد كان التحالف رنو نسان هذا أنقذ رنو لكن نسان ما لكانت علاقة فيه أو منتسوبيشي كانت معهم كمان دخلت لاحقا منتسوبيشي كان معهم داشيا كمان هو اللي أنقذ أنقذ رنو فيها لأنه كانت رنو لأيلهم برضو تابع لمجموعة فلازم أنه كان يطورها يعني عرفت كيف؟ بعدين دخل دخل السي في تي على الرنو أنت كتير بتحديد السي في تي هذا أكبر يعني أكثر اختراع ضر عالم السي في تي صدق سي في تي تسعة سنين ما شكيت منه أبدا هو إحنا عندنا سيارات فالسيارات أنا شهريا شهريا سيارتين لازم يتغير لهم بقير شهريا صار في بينهم وغالي حسب السيارة يعني بس من تحكي أنت من تلات تلاف لتسعة تلاف درهم يعني مش رخيص المبلغ يعني لجير عاملينه مثل لا أنا الجير تبعا الرينو كوليوس كان حقه بالتسعة وعشرين ألف درهم لا الرينو غالي لو بتشتري إيد الباب بسعر باب بسيارة نسان مثلا الرينو لا ما تقارن غالي يعني فالسي في تي هذا مشكلة كبيرة واللي اخترعوا اليابانيين في كل كل بلد حطت بصمتها في إشي يعني ما بتقدر تقول المعني كذبه فكرة السي في تي حلوة بس ليش كان عنده أعطال كتير ما عم أعرف يعني هو أكتر الناس عم تشكي كانت من الباث فايندر لأنه سيارة كبيرة المفروض تكون قوية والسي في تي ما عم يعطيها هو حسب هو بيخرب حسب السواكة الناس يعني أنت أنت بتسوق طبيعي وبتروح بتيجي ومشورك معروفة وهدوء بعيش معك لكن البسرع مثلا سيارات الإيجار تعطيها للزبون هذا البسرع الثاني بسرع الغير بتخربط لو أنه قير طبيعي غيرات عادية بعيش لأنه مش مش جلد وسير وبعد يلف ويتوسع لا لا خلص أنا كنت حبه لأنه السيرفز تبعه سهل ما كان في تايمينج بيلت وكل هدول وقصة وقص غير له زيت بس غير له زيت كل خمسين ألف تتغير زيت اللي هيك كنت حبه أنا أكشلي ما شكيت منه أبدا سأيت رينو كوليوس أول واحدة ورينو كوليوس ثاني واحدة واثنين كانوا سيفيتي وكنت ساعد جدا بالموضوع زوجتي سأيت رينو ميغان كما كان سيفيتي ما شكري عندك ولا للرينو أول سيارة اشتريتها هون كانت رينو ميغان ها في 2009 رينو ميغان الموديل القديم كانوا يسمونه مكواية بسوريا أعرف ستسموه أنتوا هيك كمان إلى خلفيتها هيك شوي مختلفة أخذنا الحديث كتير عن السيارات ونسينا نحكي عن السوشال ميديا بالأساس نحن ناويين كنا نحكي عن السوشال ميديا شو برأيك سر النجاح على السوشال ميديا إذا في حد أهلاء جديد قال لك شو بتنصحني محمود أنا داخل على السوشال ميديا وبدأ أعمل محتوى إلو علاقة بالسيارات شو نصيحتك أول شي يكون طبيعي ما يتصنع كلمات النبض القابض والمحرك القوي والطرى الكلمات ما تتصنعها خلص اتكلم طبيعي يعني خليك طبيعي لا تطلع من الصندوق كثير وتبالغ فلسف خليك برضو خليك طبيعي ومش شرط تستنى أنه يجيك فلوس تشترك كاميرا ومايك لا ابدأ في تليفونك ابدأ أهم إشي الاستمراري وأكيد أكيد يعني إذا أنت استمرت وطورت شوي شوي من حالك أكيد هتنجح وعندك تميز أساسا بالشي اللي عم تقدم صحيح وخصوصها إذا بتحبه والشي اللي أنت بتقدم فأكيد هتنجح قبل شوي كنت عم تحكي لي قصة عن مرة كنت عم تصور سيارة بعدين طلعت الكاميرا ما شغالة آه جت سيارة فأنا بصور أصلا للريل والشورت فهاي بدأ أصورها اليوتيوب فقاعد أصور وقعت ساعتين والدنيا حار وامسح وارجع وعط وعمل وتفاصيل وتحكي وتقليل ها تكلموا طابع أنا ورق وبعيد الكلام فطلع هالكاميرا قيتها مش شغالة طلعت هيك طلعت في السيارة رحت أخذتها ورباحة قلت لشري خلاص بس فيديوهات تريد ما بدي أصور اليوتيوب نسن بدني منها يعني آه بتحس أنه لأنه بعد ما بتكون حكيت كل هدول قصة الصعب ترجع وتحكيهم مرتين آه بتحس أنه بده يصير تمثيل آه عرفتها بتصير آه الحين صار موضوع تمثيل لأنه بدرجع عيد اللي أنا حكيته أصلا في مكان برأيك بالسوشال ميديا للناس القادمين لسا بدون يحكوا عن السيارات وعن المحتوى المتعلق بالسيارة أكيد أكيد في مكان يعني ما يقلد حد ويتوكل على أكيد يعني عالم السيارات بالتحديد التيرنوفر تبعه شوي بطيء يعني إذا بديك تحكي أنه مثلا كل سنة مرة في عندك وربما أي وربما لا سيارة جديدة يعني مش زي مثلا عالم الموبايلات عالم الكاميرات عالم العدسات دائما في شي جديد السيارات قليل لا السيارات ممكن تلاقي كتير يعني مش شرط تستنى لأنه يعني مثلا مثلا في مرسيدس S500 عادي AMG برابوس بعد شوي منصوري بعد شوي واحد معدلها يعني أنت السيارة الوحدة بطلع منها 20 موديل تنجح تيطوريز تبعها مثلا خمس طرق لحتى تحافظ على التواير تبع السيارة ولا بدل ما هذا ما لا معنى مرة شفت واحد بيعلمنا كيف نغسل السيارة تخيل أنت قاعد تخضر فيديو أنت علمك كيف تغسل السيارة كيف تغسل يعني يعني وكي عمل محتوى بس مش كيف نغسل السيارة يعرفت والأجل يعني ده الستيرق عندك لا مش سيدة وبرج روح في حصم يعني كل فترة يعني مواضيع ما لا يمكن يمكن بأوروبا و بأمريكا بنجحوا أكتر لأنه كتير ناس بيصلحوا سيارتهم بنفسهم هو المحتوى بشكل عام في الدول اللي هاي بنجح أكتر من عندنا يعني أنا عندي فيديو جاب عشرة مليون مشاهدة كم لايك كم تتوفق الفين ثلاثة ألف لا لا أكتر يعني جاب تقريبا مية وعشرين ألف لايك عشرة بالمية من يحيانا لكن أنت روح تفرج على محتوى أجنبي نفس الفيديو هتلاقي مثلا عنده خمسة مليون مشاهدة خمسة مليون لايك وعنده ثلاثة مليون لايك هو ما وصل خمسة مليون مشاهدة لأنه تشوفت ثانيتين تشوفت الفيديو كامل مدامك شفته كامل يعني مش معقول عشرة مليون بس مئة ألف اللي عجبهم يضغط لايك ما بضغط لا لا ما بدي أعطيه لك بس أضر وروح وزيادة عليه رغم أنه فري فري يعني دعسة اللايك هاي فري يعني برأيك الشيء له علاقة بالغيرة يمكن ربما ما توقع من الغيرة بس هي يعني أغلب الناس ما بتعرف أنه لازم يضغط لايك أنا بعتبر قلت معرفة بس يعني ضغط اللايك هو كرم إذا أنت حبيت طبعا يعني هو الناس ما بتعرف أنه قد ما أنت بتشوف اللايكات شيء مسعد لصاحب المحتوى أغلب صناعة المحتوى أصلا يعني الدخل من المحتوى بيكون شحيح جدا يعني صورة منطقتنا يعني فاللايك بساعده أنه يكمل لكن أنت عمل فيديو ونزل ألف فش ولا لايك ليش ليش ولواحد عجبه حتى لو بتضحك يعني بس في المستقبل إن شاء الله بتحسن الوضع إن شاء الله إن شاء الله هي ثقافة المحتوى مثل ما أنت قلت شوي لساة تبعيدة في عنا أطراف حدية نحن بثقافة المحتوى يا أما حدا بيصدق كل شيء بيشوفهم من صناعة المحتوى يا أما حدا ما بيحب صناعة المحتوى أبدا ما في شيء بالنصة مع أنه أوكي بشوف المحتوى إذا كان حلو بعجبني بحط له لايك وما عجبني في ناس اختصاصوا يدخل يسب يعني غريبا يدخل ويعني بغل ليش بلوك أعطيني بلوك ما عجبك بلوك بترتاح من شوف بترتاح من صوت بترتاح من كثير أشياء تسبني ليش حقيقة حقيقة يعني في مرات كثيرة حتى أنا بحاول جهدي أن يأخذهم بالحلم وطولة البال إنه مثلا إنه شو استفدت هلا من قناتك طيب أنا آسف إنك ما استفدت إن شاء الله تلاقي محتوى بيعجبك بمكان تاني بتلاقي بلش بيرتخي بعد شوي خالص بيحكي إنه أنا آسف وإنت شخص منه هزبه وكذا وكذا هو بستفزك بيحاول إنك ترادده فما بيزبط خلاص بنحرج يعني أنا بطلت والله بمسحه بلوك ما بردش عليه ولا ب ما بعرف يعني هي المسألة متعلقة بالأساس بثقافة استهلاك المحتوى نحن ثقافة إنتاج المحتوى ثقافة استهلاك المحتوى والتنين محتاجين شوي تشغل عندي صحيح طيب في شي أخير بتحب تقوله لجمهورتك مش هل كتير سعيد بيوجودك مع اليوم تشرفت وجوده مع الدكتور وإن شاء الله بتمنى له النجاح والتوفيق بصراحة كان حوار شيق وإن شاء الله تستمتعوا فيه وإذا عجبكم طبعا تضغط لايك فري ما إحنا قبل شوي حكناها لايك فري شير الفيديو برضو فري يعني بس فري بساعد أنت ما تفكر الفيديو اللي حتشوفه على اليوتيوب هذا نحن نشتري منه بيت لا يمكن ما يطلعش منه وشي إن شاء الله يطلع منه وإن شاء الله تشتري بي والدكتور بس حاليا أنا بحكي لك تقييم منطقي إنه هي مش مهنة يعني قد تكون مفتاح لأنك تعمل منها الدخل كويس لكن هي ما أنا مهنة الدخل الممتاز أبدا بس أنا كتير استمتعت بي الحلقة مر صار تقريبا عم نسجل وما حسيت بالوقت أبدا كتير ممتع الحديث معك الله يسعدك شكرا ليلة شكرا كتير ونورتنا وشكرا متابعتكم هالفيديو اللي إن شاء الله كان ممتع للكون قد ما هو كان ممتع لإلي بالتسجيل حقيقة استمتعت بك اللحظة منه عنا يبدو كتير اهتمامات مشتركة في عنا نفس الموجة أنا ومحمود ف كنت تحب تقول شي لا لا عراسي شكرا كمان مرة متابعتكم هالفيديو ما تنسوا تشتركوا بقناتي وبقناة محمود ما تنسوا اللايك مثل مطلبكم محمود على السوشال ميديا لإلنا ولقنوات محمود أيضا وأنا ومحمود ونوعودكم ورح نشوفكم بحلقة قادمة إن شاء الله رح نوعود مرتاني ورح نحكي أكتر وبالتفاصيل عن تفاصيل كتيرة وكمان أنا بشوفكم بالحلقات القادمة شكراك تيليا شكراك تيليا شكراك تيليا شكراك تيليا and cut